موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد بطورين وابنيوز المباشر وكما ترون سنبدأ أولا بأحوال الطقس فهنا لدينا درجة الحرارة تتراوح ما بين 25 درجة ميئوية والضغط 985 مليفار أما الرطوبة ف45% وأخبار اليوم فهي كالتالي من 11 إلى 13 يونيو سينظم في أزقة بورجودورا مهرجان طورينو لسوق الأغذية هذه مناسبة لاكتشاف وإعادة اكتشاف بورتا بلاتسو كأخبار سوق في أوروبا والمناطق المحيطة بها لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المنظم الشباب طورينو أو جوفاني بيرتورينو يبحث عن 30 متطوع في مهرجان حول الثقافة الشعبية الذي يسمى لوراليتا بوبولاري الذي سيُعقد من 18 إلى 20 يونيو ومعلومات الاجتماع للمتطوعين يوم 15 يونيو على الساعة الخامسة ببيض الأور 20 يمكن تسجين على الهاتف 011-44-34-8-9-9 تتيح مدينة طورينو للمواطنين والسياه إلى غاية 30 أكتوبر 2010 إمكانية تأجير الدراجات وركوبها في الحدائق العامة وتشترط فقط تقديم وتيقة هوية والأطفال دون السن الرابعة عشر سنة يجب أن يكونوا مرافقين من قبل شخص بالغ لإطلاع على التفاصيل يمكن زيارة الموقع التالي توقف تنفيذ الإخلاء الصادر في حكم الأشخاص المؤجرين للمباني للاستخدام السكني إلى غاية 31 ديسمبر 2010 اعتمادا على قانون 26 فبراير من السنة الماضية ويمكن للأسر التي صدر في حقها إجراء الطرد أن تتقدم بطلب تمديد الإخلاء عن طريق تحميل نموذج المتوفر على الموقع البلدي للسكن للمعلمات زوروا موقع إنفورما كذا وأخيرا يمكن للراغبين في تقديم طلب اللجوء السياسي أو من سبق لهم تقديم هذا الطلب الاستعانة بالمركز التوجيه لطلبات اللجوء السياسي بطورينو بفيا ريبري 2 الهاتف 011-88-02-640 كما يقدم المركز أيضا معلومات عن الخدمات القانونية للمعلومات يمكن زيارة موقع ميغرانت طورينو كان هذا كل ما لدينا اليوم استودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة